اهلا بكم مجددا بضمان ان لا يحصل الجهاديون على موطئ قدم في العراق من جهة اخرى قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندريس فوغ راسمسون انه لا يرى دورا للمنظمة في العراق في مواجهتها لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش ودعى راسمسون الخاطفين للإفراج عن المخطفين الاتراك الثمانين في الموصل واضاف انه لا دورا لحلف شمال الاطلسي في العراق لكن الحلف سيتابع الوضع عن كثب ودعى جميع الاطراف الى وقف العنف وسط التدهور الامني الذي يشهده العراق مع فرض تنظيم الدولة الاسلامية للعراق والشام او ما يسمى بداعش سيطرته على مناطق مختلفة شرق البلاد تعلو الاسوات الدولية لتعبر عن قلقها لتقدم تنظيم متشددا في المنطقة ودعمها لكل جهود في مكافحة الارهاب وزير الخارجية الروسي ساريلافروف عبر عن قلق موسكو بشأن الاضطرابات التي تهدد وحدة اراضي العراق طهران كذلك اعلنت عن دعمها للعراق دون ذكر تفاصيل عن التحركات التي قد تقوم بها بهذا السدد ما بانضان الدولة الجمهورية الاسلامية ايران باسم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية نحن لن نقف مكتوفي الايدي تجاه العنف ولن نقبل بالارهاب وكما قلنا في الامم المتحدة نحن مستعدون لمكافحة العنف والمتطرفين الارهابيين في المنطقة والعالم وحول ما افدت به مصادر اعلامية عن طلب رئيس الوزراء العراقي نور المالك سرا من الادارة الامريكية ان تبحث توجيه ضربات جوية على المناطق التي يتواجد فيها مقاتلو داعش قال البيت الابيض ان واشنطن تتطلع لتعزيز القوات العراقية لمساعدتها في التعامل مع المسلحين بدلا من توجيه ضربات جوية الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة والقادة العراقيين في انحاء العراق لدعم موقف موحد ضد العدوان المستمر من تنظيم داعش هناك مجموعة من التحديات في العراق ونحن متفقون على ان جميع القادة العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء المالكي يمكن ان يفعلوا المزيد لمعالجة القضايا العالقة وتلبية احتياجات الشعب العراقي التهديد الان لاستقرار العراق هو داعش وزير العدل التركي بكير بوزداج من جهته قال ان بلاده لا تسعى لأي تفويد برلماني جديد لشن عملية عسكرية داخل العراق حيث يحتجز المسلحون ثمانين مواطنا تركيا كرهاء على غرار التفويد السابق الذي مكن انقرى من شن هجمات على قواعد مقاتل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق اما امين عام حلف شمال الاطلسي اندرسون فوغ راسمسون فقد استبعد تدخل الحلف في العراق وقال ان دوره سيكون في لطاق متابعة الوضع عن كفب ومن الدول العربية جاءت ردة الفعل من الكويت حيث استعرض رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع نظيره العراقي نوري المالكي هاتفيا تطورات الاوضاع الامنية بالعراق من جانب اخر طلب سفير العراق لدى فرنسا مجلس الامن الدولي ان وفقت على تقديم مساعدة عسكرية اضافية لبلاده تشمل دعما جويا وطائرات بدون طيار ما وجده مسؤولون عديم الجدوى ولمتابعة الموقف الدولي اذا اتطور الاوضاع في العراق اعود لضيفي الدكتور مازن في الاستيديو يعني دكتور مازن عندما يقول الرئيس الامريكي ان بلاده تدرس كل الخيارات لحل الازمة في العراق فعليا ما هي الخيارات المطروحة امام الادارة الامريكية عزيزتي لنتذكر ابتداء الاستراتيجية التي ينطلق منها الرئيس الامريكي اوباما والمسمات باستراتيجية القوة الذكية استراتيجية القوة الذكية تنطوي على استخدام كافة الادوات الامريكية المتاحة عدى استخدام القوة العسكرية هنا لنتذكر كيف تعاملت الادارة الامريكية مع الملف السوري وكذلك مع الملف الايراني حيث تراجعت البلايات المتحدة الامريكية من خلال ادارة اوباما عن توظيف الخيار العسكري ضد النظام في سوريا وكذلك ضد النظام في ايران اذا استثنينا القوة العسكرية المباشرة وعدم التدخل الامريكي المباشر في العراق سواء برية او جويا تبقى الادوات الاخرى ممكنة خصوصا وان العراق والولايات المتحدة الامريكية يرتبطان باتفاقية تتيح للولايات المتحدة الامريكية تقديم الدعم للعراق عندما يطلب العراق هذا الدعم وهنا ايضا لنتذكر ان هذه الاتفاقية المسمات سوات تتماهى مع تلك الاتفاقات التي عقدتها الولايات المتحدة الامريكية مع الدول التي احتلتها اثناء او بعد الحرب العالمية الثانية نعم دكتور ما زل نشرك معنا سيد صبحي غندور الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن اهلا بك سيد صبحي في ظل تراجع بشكل واضح احتمالات او استبعاد فعليا التدخل العسكري الامريكي المباشر ما هي الادوات المتاحة امام الادارة الامريكية لاستخدامها في حل الازمة في العراق نعم دعيني اقول اولا ان الوضع مختلف جدا عن الحالة السورية هناك الان من يقارن بين الموقف الامريكي في سوريا وممكن ان يكون عليه الموقف الامريكي في العراق الحالة مختلفة تماما الان انا اجد ان هناك في داخل الولايات المتحدة الامريكية اعطاء اهمية قصوى لما يحدث في العراق اليوم عقد رئيس مجلس النواب الامريكي مؤتمر صحفيا وهو من الحزب الجمهوري جون باينر ينتقد فيه دارة اوباما لعدم اتخاذ اي موقف واستخدم تعبير ان الرئيس الامريكي في حالة قيلولا اتجاه ما يحدث في العراق سمعنا اليوم ايضا جون مكين وهو من زعماء المعارضة في مجلس الشيوخ الامريكي يقول للرئيس الامريكي لم اقول لك ان سحبت من العراق هذا ما سيحدث اعتقد هناك في داخل الولايات المتحدة حركة سياسية واعلامية كبيرة تدفع باتجاه ان تتحرك الولايات المتحدة اضافة لما انت اشرت اليه والتقرير من الآن من تصريحات لها علاقة في الرئيس الامريكي ووزارة الخارجية الامريكية لكن كيف سيكون الآن التدخل الامريكي ليس بالضرورة طبعا ان يكون هناك تدخلا عسكريا على الارض لكن اعتقد انه يدرس الآن خيارات من ضمنها فعلا استخدام طائرات بدون طيار ولكن اعتقد واشنطن بداية ستبدأ بتعاون امني مع الحكومة العراقية هناك بدون شك طائرات استطلاع امريكية الآن في سماء العراق هناك ايضا امكانية لتأمين ربما اسلحة بشكل سريع لداخل العراق والجيش العراقي نعم سيد صبحي اللجوء الى استخدام طائرات بدون طيار الى اي مدى هذا الخيار فعليا سيساهم في حل المشكلة يعني هذا الخيار مستخدم في اليمن لكنه بشكل واضح ساهم في اطالة الازمة ايضا الى اي مدى سيساهم في اطالة الازمة في العراق اطالة المواجهة وعدم التفريق بينما يتم استهدافهم والمدنيين فعليا باللجوء الى خيار الطائرات بدون طيار نعم هذه نقطة مهمة لكن ما كنت اضيفه واضافة الى الجانب المعلومات الذي ممكن ان يقدم الحكومة العراقية وبعض الاسلحة ممكن ان تستخدم ايضا طائرات بدون طيار لكن العنصر الثالث الذي اعتقد ان واشنطن ستراهن عليه هو ربما ان يكون دور اقليمي مساعد للحكومة العراقية يعني الان تركيا طلبت اجتماع الناتو ولكن طبعا موقف حلف الناتو لا يريد التدخل واتقد ان هذا ربما يعطي مجالا لتركيا نفسها ان تتحرك ما سمنا من تصريحات للرئيس الايراني حول امكانية ايضا المساعدة للحكومة العراقية اعتقد ان واشنطن لن تمانع في هذه الحالة وايضا انا انظر الى الموقف المملكة العربية السعودية بحالة ايضا انه لن ترحب الان بالتطورات التي تهتبس لان كما نعلم المملكة العربية السعودية تبرت داعش والنصرة انهما حركتان ارهابيتان وهناك ايضا سعي في تقديري لكبح جماحي ما ان كان الان في العراق او في عموم المنطقة فاعتقد ما هو عليه العراق الان مشكلة رئيسية تتعلق في وضعها الداخل اكثر مما هي عمليا مواقف الاطراف الاقليمية والدولية انه بمقدار ما يمكن الان ان تستطيع حكومة المالك الان ان تغير من المجرى السياسي الذي هي عليه خاصة في مرحلة ما بعد الانتخابات ربما هذا سيساعد على نزأ البيئة التي منها تتحرك الان حركة داعش نفي ان داعش هي التي تقوم بهذه الاعمال في حد ذاته انا في رأيه يؤتي قوة لها الان وفي النتيجة هي الان حالة مشابهة لما حدثت في سوريا حينما كانت واشنطن تتهم جبعة النصرة بان حركة ارهابية وذلك في نهاية عام 2012 وكانت بعض قوى المعارضة سوريا تقول لا وتدافع عن النصرة ثم دفعت السمن غاليا لأزال الموقف نعم عذرني على المقاطع عود لك دكتور مازين سيد صبحي تحدث عن ان الوضع بحاجة لمساندة اقليمية وتدخل اقليمي ايران تحديدا كيف ترقب الوضع او باين عين تنظر للوضع في العراق العراق اضحى بعد 2003 بمثابة الحديقة الخلفية لايران وبالتالي العراق منطقة نفوذ ايرانية واذا انطلقنا او اذا قبلنا هذه الحقيقة ستعمل ايران الى تقديم الدعم دون شك الى حكومة السيد المالكي لكي يبقى على قمة الهرم السياسي لان ايران لا تريد ان تخسر سواء في سوريا او في العراق ذلك لان العراق والسوريا هم قنوات لوصول ايران النفوذ الايراني الى البحر الابيض المتوسط لذا انا اتوقع ان يصار الى تقديم الدعم العلني وغير العلني ايضا هناك من يقول ان قوات ايرانية تقاتل بجانب قوات المالكي بصورة غير معلنة عن طريق الميليشيات وعن طرق اخرى اما ما قاله السيد سيد صبحي من واشنطن من ان القوى المحافظة او الحزب الجمهوري مناهض لأوباما هذا صحيح المسألة انتخابية يجب ان لا ننسى او نتناسى ان الرأي العام الامريكي بالضد من اي تدخل امريكي مرة اخرى في الشرق الاوسط او عموما بالعراق خصوصا نعم اعود لك سيد صبحي ايضا لا يمكن ان نستثني فعليا القلق الخليجي اذا ما يحدث في العراق يعني اليوم داعش نشرت صورة لخريطة الدولة الاسلامية ومن ضمن حدودها الكويت الى اي مدى تقدم داعش يؤثر ويخيف دول الخليج العربي ايضا هذا السأل مهم لانه كان يعتقد البعض ان الامور ستكون محصورة بداية في سوريا وينسون ان تسمية بحد ذاتها يعني الدولة الاسلامية للعراق ولبلاد الشام بلاد الشام تعني بهذا المفهوم سوريا ولبنان والاردن وفلسطين الحديث عن منطقة المشروب كله يعني هذا يعني في حد ذاته امكانية كبيرة لهذه يعني الفكرة التي تقوم عليها داعش انها تعني في النتيجة تغيير خرائط المنطقة كلها يعني واجد في الحقيقة ان هناك فقط الآن الطرف الاسرائيلي هو الذي يستفيد من هذا الطرح الذي يريد ان ينهي المنطقة بطابع دويلات دينية وطائفية ومذهبية وتكون طبعا اسرائيل الدولة الاقوى هنا في هذه الحالة اضع علامات استفهام كبيرة على نشأة داعش نفسها يعني حينما نشأت ايام مصعب الزرقاوي وهو الزرقاوي من الزرقة في الاردن حينما يكون هو كان من الاردن لا يقاتل اسرائيل وهي مجاورة له ويذهب الى العراق بحجة مقاتلة القوات الامريكية هناك هذا يعبر في حد ذاتي عن في رأي طبيعة النشأة التي عليها كل جماعات القاعدة وكل جماعات الان داعش والنصر انها جماعات تخدم المشروع الاسرائيلي هل هي العلاقة ما هو لا أعرف لكن هي بالنتيج تاخده مزا المشروع نعم وصلت الفكرة سيد سبحي دول منطقة الخليج العرب هي بيننا ورعين الآن بينما خوفها طبعا مما هو قديم في هذه المنطقة الآن من خلافات وصراعات نعم وضرني على المقاطعة سيد سبحي غندور لا أعتقد الآن إطلاقا أنها الأمور تتعلق في الخطر الإيراني أنا أجد أنه في خطر على وحدة المنطقة كلها وكيناتها ودولها وأعتقد أن دول الخليج هذه المشاركة إذن ملفات متواصل من الغد العربي من لندن وتتابعون فيه بعض الفاصل مئات ألاف النازحين من الموصل يعانون ظروفا معيشية صعبة وإقليم كردستان يفرض سيطرته على كاركوك